اهلا بكل متابعي الشرطة الثالث في كل مكان وحييكم احلى التحية عبر الشرق على الهواء مباشرة نأخذكم الى هم المتابعات والاحداث الرياضية نبدأ جولتنا سادتي الاحبة من مجلس الوزراء العراقي الذي قرر في جلسته الاخيرة زيادة الدعم المالي لعدد من الاندية النفطية بالاضافة الى ناديي الزوراء والميناء اذ وافق مجلس الوزراء العراقي على زيادة التخصيصات المالية لناديي الزوراء والميناء واندية النفط وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء حسن ناظم خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي ان مجلس الوزراء وافق على صرف 500 مليون دينار لكل ناد من الاندية النفطية وأضاف أن مجلس الوزراء وافق أيضا على زيادة التخصيصات المالية لناديي الزوراء والميناء بمبلغ مليار دينار لكل منهما وذلك دعما من الحكومة للأندية الرياضية والواقع الرياضي طبعا مبادرة رائعة جدا من مجلس الوزراء بدعم الأندية الرياضية وكنت أتمنى أن تدعم الأندية الغير مؤسساتية الأندية اللي ما تابعة إلى الوزارات وما أكثرها لأنها تعاني معاناة وعلى سبيل الذكر كربلاء القاسم الديوانية أندية كثيرة تستحق أن نهتم به لا سيما أنها تمثل محافظاتنا العزيزة حتى ناديسها مراء اللي نزل إلى مصاف الدوري الأولى بحاجة إلى دعم مالي لكن هذه المبادرة تستحق الثناء نتابع ما تحدث به حسن ناظم المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن قرار مجلس الوزراء بزيادة التخصيصات المالية للأندية الرياضية فيما يتعلق بوزارة الشباب والرياضة كان هناك إقرار لتوصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية في قضية مشاركة الأندية الرياضية النفطية في البطولات الخارجية وكأيضا زيادة التخصيص المالي لنادي الزوراء الرياضي ونادي الميناء فكانت هناك موافقة حقيقة على إضافة 500 مليون دينار عراقي لكل نادي من الأندية النفطية هذا المبلغ يمكنها من إنجاز المشاركة في البطولات الخارجية وأيضا زيادة التخصيص المالي لنادي الزوراء والميناء بمقدار مليار دينار لكل نادي شكرا لسيد حسن ناظم أتمنى أن تستثمر هذه الأموال بالطريق الصحيح لدعم رياضتنا لدعم كرتنا لدعم هذه الأندية اللي أعتقد أيضا في فترة معينة عانت ما عانته لا سيما أيضا نادي الزوراء والميناء نتمنى أن تكون هذه الأموال خير داعم لتحقيق النتائج الرائعة اللي يبحث عنها الجمهور الرياضي اليوم سادتي الأكارم باشر المنتخب الوطني أولى تدريباته على ملعب المدينة في قلب بغداد الحبيبة تحت قيادة مدرب المنتخب المؤقت راضي شنيشل إذ باشر المنتخب الوطني لكرة القدم هذا اليوم بأولى وحداته التدريبية على ملعب المدينة الدولي استعدادا للمشاركة في بطولة الأردن الدولية للفترة من الثالث والعشرين ولغاية السابع والعشرين من الشهر الحالي وكانت التدريبات مفتوحة أمام وسائل الإعلام كافة لمدة نصف ساعة مقسمة ما بين إجراء المقابلات لمدة خمسة عشر دقيقة قبل انطلاق صفارة التدريبات وما بين التواجد في الوحدة التدريبية لمدة خمسة عشر دقيقة ويستعد المنتخب الوطني العراقي لبطولة الأردن الدولية اللي من المؤمل انطلاقها في الثالث والعشرين من الشهر الحالي في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة أربع منتخبات هي العراق والأردن وسوريا بالإضافة إلى سلطانة عمان أيضا نتمنى الموفقية والنجاح للمنتخب الوطني اللي غاب عنه عدد من اللاعبين يوم غد إن شاء الله رح ندخل في أروقة هذه التدريبات وبعض اللقاءات اللي أجراها فريق عمل الشوط الثالث لكننا اليوم مستمرين طبعا في وضعكم بآخر المستجدات الرياضية ونذهب إلى حكام الكرة اللي يستعدون لإجراء الاختبارات الخاصة بهم إذ أقامت دائرة الحكام في اتحاد الكرة العراقي اليوم اختبارات الحكام الدولين بمشاركة 12 حكم على ملعب الراحل علي حسين الشهاب في وزارة الشباب ورياضة بقلب بغداد وغاب عنها أربعة حكام بسبب ارتباطهم في واجبات تحكيمية خارجية وحضر الاختبارات عضواء اتحاد الكرة رحم لفته وأحمد الموسوي واجتملت الاختبارات اللي انطلقت في الساعة الخامسة والنصف صباحا على الجانب العملي ثم الاختبارات النظرية واجتازت جميع الحكام الاختبارات بنجاح تام وسبق للجنة الحكام أن قامت الاختبارات العملية والنظرية لحكام الدرجة الأولى كذلك تستعد دائرة الحكام لإجراء الاختبارات لجميع الحكام في محافظاتنا العزيزة طبعا رئيس دائرة الحكام الدكتور نجاح رحم قدم استقالته يوم أمس من منصبه إلى اتحاد الكرة عازيا بالأسباب الشخصية اللي وقفت حائلا أمام عدم استمراره في مهمته النجاح والإبداع لجميع حكامنا اللي رح يقودون مباريات الدوري رغم أن هناك بعض المشاكل رافقت سير عمل دائرة الحكام آخرها هي تقديم استقالة الدكتور نجاح رحم من مهمته لكن أعضاء لجنة الحكام يقومون بمهامهم على أكمل وجه وأننا سنكون إن شاء الله قريبين في مرافقتهم لجميع الأعمال التي أنجزت لا سيمة اختبارات جميع حكام محافظاتنا العزيزة أربيل هذه الفترة تشهد احتضان عدد كبير من أندية الدوري الممتاز التي تعسكر قبل انطلاق منافسات الدوري فريق زاخو دخل معسكرا تدريبيا في أربيل بقلب كردستان وخاض عددا من المباريات استعدادا لمباريات الدوري أمجاد ناصر وفريق عمل الشوط الثالث كانوا حاضرين وهيئوا هذا التقرير على زاخو بعد الانتهاء من الموسم السابق من الدوري الممتاز خرج أغلب لاعب فريق زاخو من صفوفه لتقوم الإدارة والكادر التدريبي بقيادة المدرب حمزهادي بالتعاقد مع اللاعبين المحترفين من البرازيل ورومانيا وسوريا فضل إلى ضم عدد من اللاعبين من الاندية العراقية للبدء مبكرا بمعسكره الداخلي في زاخو قبل الانتقال إلى معسكره في أربيل لخوض المباريات التجريبية مع الاندية العراقية التي تعسكر هي الأخرى في أربيل 95-97% تريغ جديد استقطابات جديدة هذا بالأكيد شكل صعوب على الكادر التدريبي شكل صعوب على الجهاز الفني ولكن الحمد لله استعدنا إلى المعسكر الداخلي الذي أخذناه بزاخو وملعبنا وأيضاً المعسكر الخارجي المقام حالياً بأربيل نطمح من عدد أن نستفاده بشكل كبير 100% إن شاء الله ونخوض المباريات على المستوى عالي بحيث ندخل وصير عندنا نظرة كافية على جميع اللاعبين مثل ما قلت لك أن الفريق جديد والتشكيل جديد ونطمح إن شاء الله أن نحسن وضعية الفريق بالناحية البدنية وبالناحية الفنية إن شاء الله حتى نكون جاهزين إن شاء الله ندخل للدور بأحمد الله الجاهزين إن شاء الله استعدادات فريق زاخو المبكرة بالمعسكرات التدريبية وخوض المباريات التجريبية من أجل انسجام اللاعبين فضلاً إلى حرص الإدارة على ترتيب أمور الفريق قبل انطلاق الدوري للموسم المقبل وتجديد الثقة لجمهور فرسان الشمال أبناء الخابور نحن جئنا على الأربين على أن العسكر بدنية 15 يوم من خلال هالمعسكر تمرنا الثلاث همارين صباحية وبالظهور ومسائية ومن خلال هالمعسكر رح نجري بعض المباريات الودية على أصلاح نبني فريقنا فريقنا يكون جاهز للدوري استعداداتنا جيدة بالمعسكر التدريبي تقريبها يثار في مباراة بالمعسكر يعني إن شاء الله المدرب الكادف التدريبي يضع النقاط على الحروف إن شاء الله نقدم مستوى يليق بنا في قادم الأيام ويليق باسم جماهي رزاخة وكادر التدريبي والإدارة اللاعبين المحترفين إن شاء الله أضافة قوية للفريق ويقدمون مستوى يليق بهم ويليق بنا باسم الفريق بين المعسكرات التدريبية والمباريات التجريبية يسحى أبناء الخابور فرسان الشمال بالحصول على المراكز المتقدمة في الدور القادم بعد أن حلوا عشرا في الموسم السابر لبرنامج الشوط الثالث أمجاد ناصر هربيل شكرا أمجاد على هذا التقرير مع أمنياتنا القلبية لفريق زاخة وبقية الأندية بتحقيق مبتغاهم خلال مباريات الموسم الكروي المقبل أخيرا سادتي الأحبة إلى قرعة بطولة العرب للأندية بالكرة السلة واللي رح يمثل فيها فريق نادي دجل الجامعة الذي يمثل العراق للمرة الأولى في هذه البطولة إذ أسفرت قرعة بطولة الأندية العربية بكرة السلة في نسختها الرابعة والثلاثين واللي رح تستضيفها الكويت خلال الفترة من الخامس ولغاية 15 من اكتوبر المقبل وقوع نادي دجل الجامعة الممثل الوحيد للأندية العراقية ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب بيروت اللبناني بطل النسخ السابقة والوداد الجزائري والجهر الكويتي الفريق المستضيف للبطولة بمشاركة 16 فريقا عربيا وسمت إلى أربع مجاميع على يتهل من كل مجموعة فريقين يذكر أن نادي دجل الجامعة يلعب أول بطولة خارجية له منذ تأسيسه في العام 2021 وتتطلع إدارته في هذه المشاركة المهمة في تطوير سلة العراق لتمكينها من الوصول عربيا رغم وقوعه بمجموعة ليست بالسهلة لكنه يستعد لهذه البطولة من خلال تعزيز صفوفه بمحترفين أمريكيين وإجرائه معسكر خارجي في تركيا واللي رح يخوض في ثلاث مباريات ودية قبل التوجه إلى الكويت في أكتوبر المقبل أمنياتنا القلبية بالنجاح لممثل السلة العراقية في بطولة الأندية العربية نادي دجلة الجامعة هذا النادي اللي رغم حداث التأسيسه إلا أنه استطاع بفترة قياسية أن يكون رقما صعبا في الدوري الممتاز وإيضا أن يكون خيرا ممثل للأندية العراقية في هذه البطولة اللي وقع فيها مع ثرق كبيرة وعلى رئيس الوداد الجزائري بالإضافة إلى بيروت اللبناني بطل النسخ السابقة لذلك المعسكر التدريبي اللي رح يقام في تركيا طبعا هذا شيء رائع جدا ولابد أن نشيد بالدكتور عقيل الجميلي رئيس الهيئة الإدارية لنادي دجلة الجامعة وأعضاء إدارته على توفير عوامل النجاح للمشاركة العراقية العربية في بطولة العرب بكرة السلة سادة الأكارب إلى النصف الآخر من حلقتنا لهذا اليوم واللي بالتأكيد يناقش قضية في غاية الأهمية ربما فتحنا الحوار عنه أو عنها هي قضية القوة الجوية وما يحدث في أدراجه وبين جنباته فريق القوة الجوية يمر بأصعب الظروف نحن ركزنا على هذا الموضوع لمكانة هذا النادي الكبير وجماهيريته وعراقته هناك بعض الأياد تريد الحقيقة استمرار وضع الفريق بهذه الصورة الكادر التدريبي للفريق الأول يريد أن يبعد اللاعبين عن المشاكل الإدارة المؤقتة التي اختارتها اللجنة الأولمبية الكابتر راعت حمودي بالتعاون مع وزارة الدفاع كان عليها ألف لغط ولغط لكن اليوم رح ندخل أسوار هذا النادي ونتعرف على كثير من الخفايا التي رح يطرحها ويحدثنا عنها الزميل الصحفي والإعلامي طبعا الأخ العزيز ضياء حسين مدير إعلام فريق نادي القوة الجوية الذي ينضم معي الآن من استوديوهاتنا وعلى الهواء مباشرة استاذ ضياء مرحبا بك ضيفا كريما في الشوط الثالث عمر الشرقية وحمد الله على سلامة وصولكم حياك الله أخويا محمد تحياتي إليك وإلى كل مشاهدي الشرقية في البدء نعزي العالم الإسلامي وكل الأحرار في العالم لذكرى أربعينية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام نعم ضياء طبعا تعرفتوا على ضيفي والمحاور المهمة التي رح نتحدث عنها وبالتالي أرجو أن نتابع هذا التقرير الذي يتحدث عن بعض التفاصيل المهمة فيما يحدث في البيت الجوي مع زيد السراج نتابع هذا التقرير مشاكل إدارية عديدة لازالت تواجه نادي القوة الجوية هذا الكيان والذي لم يعرف معنى الاستقرار خلال الفترة الماضية إدارة مؤقتة في جانب الكرخ ومثلها في الرصافة والجمهور يبحث عن هوية فريقه وهو يستعد للموسم الكروي غارقا في المشاكل فيجب أن يكون لقيادة القوة الجوية ولقائدها دور في ذلك كونه الأب الراعي للدادي والمسؤول الأول عنه ويمثل صقور الوطن لحين تشكيل هيئة دائمية لأن هناك من يريد العبث بالنادي ولا يتمنى له الخير بل يبحث عن المنافع الشخصية ولا يهتم لأي شيء آخر سواء حلقت الصقور عالياً في سماء الرياضة أو أخفقت وبقيت تمشي على الأرض دون طيران زيد السراج لبرنامج الشوق الثالث شكرا زيد على هذا التقرير قبل العودة إلى ضياء حسين يعني أريد أقول ترى هذا الفريق مو ملك أحد هذا النادي يفترض أن تحل جميع المشاكل التي تواجهه احتراماً لعراقته احتراماً للأفذاذ التي تخرجه من كنف هذا النادي لا يمكن لعدد قليل جداً ظهروا فجأة على السطح الرياضي والساحة الرياضية نسمح لهم أن يعبثوا بتاريخ ومكانة هذا النادي أنا أطالب أن تكون هذه القضية هي قضية رأي عام حتى لو تدخلت الحكومة لأن هذا النادي كبير باسمه بمكانته بجمهوره بإنجازاته بتاريخه الحقيقة ما يحدث في هذا النادي سيسيء إلى الرياضة العراقية وسيساهم في تراجعها أكثر مما هي متراجعة الآن أعود إلى ضيفي الزميل العزيز ضياح سيل ويجدد ترحاب به مرة أخرى ضياء حدثنا بالله عليك ما الذي يحدث في أروقة النادي أخي محمد أني بالبداية يعني أشكرك على كلماتك القيمة ويفترض أنهما تحدثت في حقيقة أن يدخل حيز التنفيذ من خلال يتبني الحكومة وزارة الدفاع التي هي مسؤولة مسؤولية مباشرة عن هذا النادي اليوم الذي سأتحدث به أريد أن يكون شهادة يعني شهادة للتاريخ سواء بقينا مع النادي أو خرجنا من النادي فهذا الأمر أنا حقيقة ما يعنيني ولا يأثر علي في شيء لأن اليوم عندما يعني أنت من الناس حتى قبل من أصعد للستوديو بقيت لي تجابك للقوة الجوية هوايا الناس تسألني تقول لي يجيت للقوة الجوية مع العلماء أن هذا الفريق قبل خمس سنوات أرض علي سيد وليد الزيدي وبالشهادة الأخوة مفق زيدان والمرحوم حيدر إبراهيم كان أمين مالي وعدد آخر من أعضاء الإدارة الأخ جاسم قاطع أنه أنا أكون بالمكتب الإعلامي ومدير كمكتب الإعلامي لكن حقيقة أنا ما قبلت لي أسباب يمكن بديش الوقت خاصة بينا لكن في هذه الفترة عندما عرضت علي المهمة وجدت أنه يعني من الصحيح ونحن وأنت نعرف بواطن الأمور أن يكون لنا موقف وهذا الموقف عندما نتهرب من عنده أنا أشوفه معيب بحقنا اليوم حتى من أتحدث هنا بقناة الشرقية وكما تحدث في مرات سابقة يخبرك زياد يخبرك عبيد وكأنه النادي هو ملك لفلان أو لعلان يوم يتهدد يوم واحد يتكلم معاك في كلام غير صحيح لا يحترم لا يحترمك أنت كإعلامي ولا يحترمك أنت يعني كمدير إعلام لنادي يفترض أن يكون هذا النادي وهو هذه الحقيقة أنه واحد من أعرق الأندي العراقية نعم ويجب أن يكون في موقع يعني كبير كما هو كما هو الآن حقيقة الحد هذه اللحظة والحد ما أتكلم معاك وكما يعني الأخ زيد كان في تقريره موفق جدا بما يتعلق ب إبعاد الفريق عن هذه المشاكل وهذه الدوامات لكن الآن في ظل وإن كنت أخلي يعني هلالين على ما تكلمت عنه بخصوص تسمية الهيئة الموقعة الحد الآن لم يتم إقرار الهيئة الموقعة وأنا أقول الحد الآن ما زال في القوس منزع ويجب أن يكون هناك تدخل من السيد وزير الدفاع المحترم في هذا الشيء أنا ما ردت الأمر يعني أن أتحدث لجهة على حساب جهة لأن أنا من جهة لحد الآن أهوايا ناس يعني ما يعرفون أنه أنا أمثل وإن كنت بصورة شرعية أمثل هيئة الموقعة كمدير إعلام وأيضا الأخوة بالرصافة علاقتي مع الجميع جيدة يعني اتصالاتي مع الأخ هيثم كاظم اللي هو كان يعني موجود في النادي الأخوة الباقين الناس الرياضين المدربين حتى اللي نعم سواوا انتخابات لكن أنا عندي يعني شغلة وحدة هي الشيء اللي يجب أن نتحدث به الآن اليوم أيها مؤقتة للأسف وزارة الشواب والرياضة ممثلة بالأخ أحمد الموسوي اللي هو يقول يجب أن ترجع للـ 260 الـ 260 أخي محمد يعني غافلة هوايا ناس من ضمنها الكابتن سمير كاظم اللي هو اسمه الآن مطروح هو خارج الهيئة المؤقتة الأمر الآخر الآن أنت سويت فريق شكلت فريق الكابتن قحطان تشثير صار لأربعة تشهر تقريبا أو غادة خامس شهر أنا ضياح سين صار لأربعة تشهر تقريبا مع بأي قانون أنه أحنا ما يحق لننظيف يعني على مدى أكثر من سنتين الـ 260 هذه ما تتحرك هاي شنو قرآن دستور إذن نحن نستشف من ذلك يحاول أن يدفع باتجاه اتجاه دفع النادي إلى أن يسقط أكثر يعني أنا أشبه النادي اليوم ممكن راح تستغرب أخي محمد أكو نوع من القطاط يسمونه العتوي هذا العتوي يأكل جهالة فإحنا نادي القوة الجوية للأسف وأنا أقول هذا وهذا كلامي موجه لكل الناس الموجودين عسكر ومدني أنا اليوم أعتبر نفسي أنا جاء تابعة النادي لمدة 3 شهر أربعة ورح أمطي رأيي بصراحة كمدير إعلام كصحفي رياضي اللي عجبة يسمعني عجبة واللي ما عجبة براحته نعم إحنا نادي القوة الجوية على مدى السنوات الماضية كنا أشبه بهذا العتوي لأكل أطفاله إحنا يومية ينكال من هذا النادي شوية ينكال جزء من هذا النادي وبالتالي رح يجي يوم إحنا ما رح نلقي نادي اسم القوة الجوية أولا لكثرة الديون اللي بدأت تثاقل على النادي وهاي سببها الأكبر هي الهيئة الإدارية السابقة اللي رفعت سقف العقود بصورة كبيرة أنا ما أتهم فلان أو فلان لكن شوف من سبعة مليارات إلى هذا العام لثلاث مليارات وثمانمية وأنا كنت شاهد حي على ما جرت في كل العقود اللي جرت كانت عقود لأول أنا أعترف بنزاهتها أولا لأنني كنت جزء منها حتى زايدة كانت لاعبين أنتهم أكثر من قيمتهم لكن نحن كل الأمور مبنت على ما كان في الموسم الماضي أبو علي يعني يجيك لاعب يقول لك أنا العام وقعت 250 مليون أنا إذا ما تطلني 250 مليون ما أوقع فأنت شو سوي تضطر أنه أنت تفتح باب حوارويا وتحكي له الأخوان بالهيئة المؤقتة ما أستثني واحد منهم يعني السيد وليد الزيدي كان رئيس اللجنة ويا الأخ اللواء مهدي وأيضا كان الأخ عمر الأمين المالي وأيضا الأخ علي عبد الجبار والأخ علي صغير وكان اللواء مهدي يعني إلى حضور أيضا هو وأن كان خارج اللجنة الفنية لكن كان حاضر وموجود وإضافة إلى حضورنا لكل طبعا مع المدرب قحطان شثير ومساعدي وحتى الأخوان الكادر التدريبي كانوا موجودين في كل التعاقدات طيب لذلك ما حدث اليوم محمد أنا أشوف يعني أمر غير غير صحيح إذا ما كانت هذه الأسماء وإني أعيد وكرر أقول أنه هاي الأسماء إذا أسمحت لي نعم تفضل محمد تفضل محمد يعني حضرتك أشرت إلى قضيتين مهمتين وإني خليتك تستطرد بالحديث لأنه أريد أن أوقف أول شغلة ثرت موضوع أنه هناك تهديدات هل فعلا الآن من يريد أن يعمل في الإدارة المواقتة أو في المكتب الإعلامي يتعرض إلى تهديدات يعني بس يا ريت ترد عليه لأنه أكو شغلة أخرى أيضا أريد أسأل عليه أستاذ محمد هذا الأمر مواني حتى أخ يعني أخ يعني واحد من العاملين أيضا معي في الإعلام أيضا تم تهديده وبطريقة من منه يعني يعني ما أريد أروح للأسماء من الأسماء العاملين يعني بالمكتب الإعلامي لكن أنا أقول لك شيء واحد أنا إيست لأول مرة ولن تكون لآخر مرة هذا الأمر أنا ميهمني يعني من داعش أنا مدى أحكي بصورة شخصية لكن أنا أقول لك هنالك تتحدث عن ما يحدث الآن داخل البيت اللي أنا قلت لك يعني من جئة الحد اللي أنا واجهتني هواي ظروف لكن أنا دائما أعول على شيء واحد اللي هو أنا يعني يهمني بهذا الموضوع أنه أنا جاي هنا دا أخدم نادي والجمهور اللي موجود يعني من أول يوم أنا وصالت يعني حتى أقول لك شيء محمد أجوا عدد من الجمهور اللي هما كانوا في أول وحدة تدريبية بعد وصولي ولها سأذكرهم مجانين القوة الجوية بصاحب صوت عالي يعني هما كجمهور فحسيت أنه أنا الناس متقبلة أنه وجودي أنا لو صحيحين علي ثلاثة أول يوم جث أدير ويشي وارجع أقول الناس ما تريدني فقالهم ممنوع أي واحد يبقى باستثناء ضياء أحسين فحسيت أنه أكو ناس تريد أنه آني موجود ومرور الوقت إحنا قدرنا أنه يعني نوطت علاقتنا بالجمهور أولا وبالإدارة أنا ما كنت تعرف الفريق الشاب جاهد الفريق الطيار رئيس النادي ورئيس الهيئة المواقتة لكن باستمرار العمل صارت أكو ثقة متبادلة عرفت هواية أمور حسيت أنه هذا الرجل بقدر ما الناس تتكلم عنه إنسان مظلوم ومن النزاهة وأعيد وأقول وأنا مسؤول عن كلامي ومن عنده أي شيء خلي روح للقضاء لأن اليوم عندما نتكلم عن رجل وفي هذا المكان يجب أن نكون منصفين أنا اليوم الحد الآن الحد الآن أنا عدي مؤاخذ كبيرة على الهيئة المواقتة التي اشتغلت معاها اللي هي الهيئة المواقتة اللي بيها عسكر ومدنيين لكن مهي تتهت علينا ضياء يا هيئة منه الله يرضى عليك و الله محمد أنا نفس الحال هيئة بالكرخ لا لا نفس الحال هذا يقول عني الشرعي ذاك يقول عني الشرع ساد محمد الهيئة المواقتة اللي اعترفت الهيئة المواقتة اللي اعترفت بيها أولا وزارة الشباب والرياضي وبعدين اتراجعت نعم اللي كانت هي برأسة الفريق شهاب جاهد وأيضا كان سيد وليد الزيدي اللي هو كان نائب وأيضا كانت بيها عدد من العضاء اللي هم عمر محمد علي صغير علي عبد الجبار اللي أيضا الآن هو يدرب نادي القاسم تحياتنا إله وأيضا علي البديري بغض النظر عن الأسماء لكن هاي الهيئة تم الاعتراف بيها وهي من وقعت العقود وهي من مشت الأمور بصورة صحيحة نعم وصارت أكل تزامات لكن تدري أنت مسلسل الشكاوي مسلسل التدخلات طبعا الأخوة بالصفحة الأخرى يعتقدون نفسهم مظلومين ومعهم عدد من العضاء الهيئة العامة فكانت يعني عادي أنه يكون هناك دعاوة لكن أنا أشوف أنه التعامل لم يكن تعامل صحيح فيما يتعلق بمسألة بقاء الهيئة المؤقتة يعني لو كان أضيف لها أحد لكن عملية حرمانها وعدم الاعتراف بقانونيتها دخلتنا بأمور هواية والأمر الآخر الآن الفريق رعد هاشب اللي هو أمين السر في وزارة الدفاع تسلم الأمور قبل حوالي تقريبا 15 يوم بإعاز من السيد وزير الدفاع المحترم وهو من تبنى مسألة أنه الإفاء بعقود اللاعبين وصلنا إلى مرحلة أنه أحنا سلمناهم نصف العقود الآن الفريق رعد هاشم الآن صار خارج الهيئة المؤقتة الآن الهيئة المؤقتة التي تأتي هل عدها الإمكانية أنه تدفع باقي العقود عندما يخلص المعسكر التدريب أصدق غطاء قانوني أكو عدها غطاء قانوني لا هو الغطاء موجود أخ محمد الغطاء موجود لكن أنت اليوم هم كأشخاص أنا ماذا أقول أستثنى المدنيين ومن العسكريين لا لا أقول لكل باستثناء الرئيس الهيئة المؤقتة هل لهم القابلية والقدرة على أنه تمشيت الأمور بصورة صحيحة أنا أقول لك شيء واحد ومن خلال مراقبتي للموقف يعني الأخ مثلا أمار محمد اللي هو عقيده أمين مالي شنو شنو الضير أنه مثلا يتم تسميته بالهيئة العامة وعليه عليه توافق من هاي الصفحة سنقوله من هاي الصفحة خلنا نحكي بالصفحتين السيد وليد الزيدي اللي هو رجل قانوني هس كان ما موجود بالهيئة المؤقتة ويوجه هو بنفسه أشرف على مسألة العقود من تنزل العقود من سبع مليارات إلى ثلاثة وثمانمية أنت تيجي تكافئ لو تيجي تقوله تعال اطلع بره أنت أكو حرب إخصاءات ضياء خليني هس حضرتك حتشيتنا بهذا الوقت اللي تفضلت به عن ما رأيت أنت داخل البيت الآن خليني ننزل على بيت العلة الآن يعني أول شي حضرتك تحدثت وقلت أنه هناك البعض يريد أن يبقي الوضع كما هو عليه طيب لغايات شنو يعني أنا من أخرب هذا البيت أو من أني أريد أخلق فد مشكلة معينة غير أني عندي مثلا أجندة أو أني عندي فد مصلحة معينة فياريت تخلينا يعني أمام السادة المشاهدين من يريد أن يعبث بوضع البيت الجوي ولمصلحة من الكل يبحث عن المناصد وكل مسؤول اليوم يريد يجيب هذا الشخص وهذا الشخص وهو غير مرغوب به في النادي ولا ولا من قبل الجمهور وهذا شيء أنا أتحدى به الكثيرين هناك مسؤولين كبار سواء في اللجنة الأولمبية أو وزارة الشباب والرياضة أو حتى في وزارة الدفاع هم يرضخون دائما للضغوط والعلاقات وفي كل التسميات وليس الأمر مقتصر على الرياضة فقط بل في كل الأماكن دائما هناك وجود للوساطة والعلاقة اليوم نحن نتحدث عن كيان هو كيان نادي القوة الجوية عندما تريد أن تطرح أسماء ويتم تداولها بصورة صحيحة شنو الضير من أن تحصل موافق عليها يعني أنت اليوم عندما على سبيل المثال راح أجيب لك أسماء من البيت الجوي لكن أريد شوي أعرج على نقطة وحدة يوم أمس تحدثت عن مناشدة للكابتن كاظم شبيب تحياتي إليه أبو عدي اللي هو ناشد أنا أقول والله العظيم من المعيب جدا على كل رياضي بالقوة الجوية لعب للقوة الجوية ويحسب نفسه من أبناء القوة الجوية أن ينتظر رجل قاعد في كندا يناشد وزير الدفاع وهو موجود هنا وهو عنده مركز وعنده سلطة وما يقدر يدوك باب وزير الدفاع ويقول له يا أخي تعال هاي ملفات الفساد كذا وكذا وكذا تعال حاسب فلان يتحدث عن الفساد وفلان يتحدث عن الفساد يا أخي تعالوا قعدوا ويحشوا وقلوا من الفاسد ومن المحاكم أكو ملفات وبالتالي نحن نطلع من هذه المشكلة اليوم لا السيد قائد القوة الجوية رح يقدر يشتغل معه فلان في الهيئة الموقتة لأن فيه فترة من الفترات اتهم اتهمه بالفساد ولا هناك أيضا ناس أنا أقول شوف اليوم المدنيين ما عندهم مشكلة هو اتهم القائد باتهمه ممكن يرجع ويمكن يدخل يقول لك لنا أنا مدني وتصافيت وتراضينه بس العسكر صعب صعب أنت اليوم شوف من هو الأصعب هسه إذا السيد قائد القوة الجوية يتهم أي واحد بالفساد أنا أشوف الأمر طبيعي ليش لأننا مدني هو يتحدث عنه ويدر ويبطل لكن اليوم تدري ضابط وبرتبة عالية عندما يتم اتهامه بالفساد فأنت يجب أن تصل إلى مرحلة طبعا لأن هذا تاريخ هذا تاريخ اليوم سيد قائد القوة الجوية إذا يترك المكان الآن أنا وإنت نقول هاي والله صحيح الأخلاعات شنو نهزم ليش نهزم فلذلك تشوف اليوم أصرار العسكر في هذه المرحلة صار أقوى من قبل بس ضياء يعني عفوا إذا سمحت لي يعني أكو شغلة لازم نتحدث بها وبما أننا نتحدث بصراحة والله أنا ما عندي لازم صراحة محمد تفضل وبقلوب محبة ترى البعض من الجمهور أيضا سبب رئيسي بما يحدث الآن في نادي القوة الجوية بسبب تدخلاته بسبب فرض رأيه بسبب أخذ حجم أكبر من حجم الجمهور المحب أن يكون فوق المدرجات يعني الجمهور البعض طبعا من الرؤوس الكبيرة اللي اعتبرون نفسهم بدوا يدخلون في موضوع الإدارة في موضوع الاستثمار في موضوع المدرب في موضوع اللاعبين وبالتالي هذه موظيفة جمهور شوف محمد هاي قضية لازم نحكي بيها والدليل آخر يوم أو قبل كم يوم و هي فريق رعد شفنا أنه قال يعني الرجل قاله قال ترى أنتوا سبب خراب اللي دي يصير بالنادي فهذا الموضوع يجب أن نتحدث عن نضيار محمد اثق بي إن شاء الله وتعرف أنه أنا مو موضوع هنا جاي موضوع فلان وعلان أنا صار لأربعة أشهر والله العظيم باستثناء المرة اللي يتحدث بيها الأخوان اللي جوي يعني وتحدثوا بيها ما صار أي لقاء من بدينا التعاقدات لحد اليوم اللي إجي بيه الفريق رعدهاش ثق بيه أكيد وأنا مسؤول عن كلامي شوف الجمهور شي يريد الجمهور يريد فريق أموره جيدة ويمشي بصورة صحيحة يعني أنت سويت نادي جيد أو أجي الأخ ضياء اللي هو رئيس الرابطة أو الأخ علي أو الأخوان بالمجانين جو حشو على إدارة أنت شنو اللي وفرته للنادي حتى أنت تجي تخلي عينك عين أكبر واحد بالجمهور وتقول له أنت مالك حق تدخل أنت النادي عيفة خرابة النادي عبارة عن خريبة أنت تعال طب شوف الآن المدرجات شوف وضع النادي باستثناء الملعب وروح شوف المنازع الفريق رعد هاشم من أجي مشكور قال أنه راح نجيب الأخوة بالإدارة يعني في وزارة الدفاع أنهم راح يبدون يعني المرافقات الحمامات يا أخي أنا جمهور صار لي 30 سنة 40 سنة أشجع بالنادي يعني أجي ما ألقي لي تواليت ما ألقي مكان أصلي بي هذه مشكلة إدارات متعاقبة قل لي إذن 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 إحنا رحنا على العلة أخي محمد أنت من تطي أنت من تنطي مجال للجمهور يدخل لأن أنت ما اشتغلت صحيح أنت ما سويت صحيح أنت تسوي عقود بـ 400 و 500 و 300 ميات من النادي وتجي تريد الجمهور غصبا علي يتحمل الخسار والله العظيم بس أقول لك محمد أبو علي عيني والله العظيم لا مجاملة ولا رياء بشرفي بالله العظيم أنا من جهة الحد الآن ولا أشوف التجاوز من أي واحد من الجمهور ولا أحد يصلي لأن أنا قائم بباجبي ولو الأخوان بإدارة النادي بدون ما يفكر يخاف من هذا ويخاف من هذا مش تقول صحيح والله العظيم أي واحد ما يقدر يوصل طيب ولا يقدر يحط شوية ضياء هسا خل ندخل حتى نستفيد وأكيد هسا كل المسؤولين يتابعون برنامجنا ويتابعون طروحاتنا بيد من طلاسم وفق شفرة القوة الجوية ويعادت إلى وضع الطبيعي حتى على الأقل انكثث الجهود والصوت إلى صاحب القرار في إعادة المياه إلى مجاريه وانت في قلب الحدث الآن فيارات تخلينا على السكة الصح حتى نبدأ نشتغل أنا وأنت وكثيرين من محبي فريق القوة الجوية أخي محمد للأسف أنا أقول لك يعني الأخوة المسؤولين في وزارة الدفاع وحتى في اللجنة الأولمبية وقبلهم في وزارة الشباب هم دائما يعتمد على مجساته وعلى ما يوصله من كلام يعني أنا ما أقول لك عن نفسي إنه أنا مدير إعلام لكن هناك ناس ناس يعني كثيرة هي جدا محترمة في القوة الجوية عندما اليوم تطرحها كأسماء تلقي عليها توافق أنت شنو تقول لي تقول لي الجمهور الجمهور هو من يجي فلان وفلان اللي هو محارب هذا ومحارب هذا وقاطع رزق هذا وهو يعرفون هو أساس الفساد بالنادي وخرابه شنو تريد الجمهور يمشي بهذا الطريق وانت تجيب ناس هي مأثرة أول وتالي يعني أنا أقول لك أنا اليوم لأول مرة رح أنحاز لطرف رح أنحاز لفريق محمد العسكري اللي هو واحد من الشخصيات المحترمة ليش ما يجي بالهيئة المؤقتة ليش محاربين مثلا وهو شخصية رياضية وأكاديمية ونزيها لا غبار عليه يعني يجيك لاعب مؤدب محترم من عائلة نضالية معروفة مثل اللاعب أسامة نوري خدم القوة الجوية لأكثر سليم ملاخ سليم ملاخ وعدد من الأسماء مناسبة هاي الأسماء ترى اختارها السيد القائد يعني فريق الشاب الأسماء اللي اختارها ولم تتم الموافقة عليها قال ذو الأريد ليش توافق أنت على واحد شخص ما صار لسنة بالإدارة نعم ما صار لسنة من إجه أو سنتين أو ثلاثة ليش توافق عليها في حين أنت ما توافق علي أشخاص هم أصلا أبناء النادي ليش ما توافق عليها أنت هاي أسئلة كلها أنا أسألها وأنت تسألها وباشر عقبة من النادي يروح يروح للهاوية في ظل هاي الأسماء اللي يجت ما أقصد أنا فقط أنا أحكي على الكل أحكي على الكل لأن اليوم إحنا ننتظر هيئة إدارية قبل الدوري يعني هاي الهيئة الموقتة هي عمرها ثلاثة شهر يعني يا وزارة الدفاع ما يحدث الآن وما يمكن أن يحدث لا قدر الله وزارة الدفاع كل التقصير اللي يدي يصير كل التقصير اللي يدي يصير ويتحمل مسؤولية كلامي نعم كل الآن من وزارة الدفاع لسبب وحيد سبب أنه السيد وزير الدفاع المحترم نعم يعني بعيد جدا وذا توصل للأسف معلومات غير صحيحة مغلوطة مغلوطة والله العظيم نحن أنا أنا مو أقول أقول على لأن سمه وفلان أو سمه لا والله مو هذه بس إحنا نشوفه من خلال وضع الفريق من خلال ما نسمعه من خلال ما نشاهده شنو شنو هالبعد هذا مثلا بعد عن النادي يعني أنا اليوم وزير الدفاع وفريق مثل القوة الجوية بهذا التاريخ يعني أنا أشوف يعني مرات أشوف أنه أكو أمور ممكن تحل تحل من يجي السيد وزير الدفاع أجيب الفريق شهاب تعال يا بأ فريق محمد العسكري تعال فريق راعد هاشم وأجي وأسوي لقاء باللاعبين لا شنو الضرر فعلا أنه يكون زيارة زيارة ميدانية داخل النادي بالعكسة تجير لوزير الدفاع رئيس الوزراء أنا شاهدنا أكثر من مرة عبر الشرقية وقنوات أخرى يستقبل مواطن مواطن معوق لو أمره زيارة إحنا اليوم هذا فريق القوة الجوية اللي هو كيان يعني أنت من تجي تخليه في خانة الإنجازات مع الزوراء هما أكثر اثنيا فوزا وإحرازا للألقاب وجماهيرية مع احترامنا الفرق الباقي اللي هي الشرطة طلب وحتى فرق المحافظات الآن في محافظات لكن أنا أسأل على شيء متعارف به الجمهور الفريق الجماهري اللي عنده مشجعين في كل أنحاء العراق هو ينطبق على الزوراء والجوية والشرطة والطلبة اليوم ليش ما نجي إحنا نقعد ونحل المشكلة هي في تسمية فلان أو تسمية فلان راح تبقى المشاكل عالقة أخي محمد اليوم أنت إذا ما تسوي هيئة عامة صحيحة اليوم شنو النادي 146 مليون بس بس الرواتب مالته شنو وين وين إحنا قاعدين يعني أنت لو تجي تقارن الرواتب في قبل سنتين والرواتب الآن راح توصل إلى إلى رقم مخيف شنو هذا شنو اللي يدي يصير أنت تصدق أنا جيت أربعة شهر الآن أنا في الإعلام أنا ما قاعد بغرفة خاصة بالإعلام أنا ما عندي مكان أخلي بي كاميرا أنا ما شنو هالنادي هذا هذا النادي شنو اللي هو يومية جهودك رائعة جهودك رائعة شوف الله العظيم محمد يعني بدون مجاملة أنا أتابع الصفحة الخاصة بالمكتب الإعلامي ودا أشوف جهود حلوة ورائعة وصور حلوة وهذا عهدنا بكل المكاسب الصفحات النادي هنا الأخ مدير الإعلام السابق اللي الآن هو الأخ علاء محمد يعني ترجينا أكثر من مرة وصلت لأخوان قلت لي يا أخي هذه الصفحات هي صفحات عائدة إلى فريق القوة الجوية ملك الجمهور لا ملكي ولا ملكي طبعا هو قال أنا دافع فلوس يعني أكوى أعذار أنا معرف بس للأسف أقول أقول أنه الناس حتى ما ما قدرنا نحله يعني إحنا شوين عندنا عندنا أول شي قصور قانوني في الحصول على حقوقك إحنا اليوم أي عدد من الكبير من اللاعبين الموسم الماضي عندنا لاعبين أجانب راح أخذوا 63 ألف دولار و50 ألف دولار وغرموا والنادي الآن إحنا أنا مريد نخلص هذا الغلاط بس شنو أنت اليوم الجمهور وين ما قالوا وين فلان ضياء باختصار اسمعت معلومة يعني واختصر لي بيها أنه حضرتك الآن تحملت مسؤولية نقل لاعبين محترفين من بغداد إلى أربيل وهاي سابقة خطيرة جبتهم عن طريق البرب سيارتك الخاصة ما أدري هاي المعلومة لوصلتني صحيحة أم لا اختصر لي بله ضياء صحيح صحيحة وأنا راحت المطار بغداد وأيضا كانوا والأخوة شكرا لهم في الأخوة في الإقامة سهلون الأمر والحمد لله والشكور حتى الأخوان في الإقامة في أربيل جبتهم بالبر جبتهم بالبر محمد اليوم إحنا جايبين لاعبين تونسيين اللاعبين كانوا خايفين يعني خايفين من الوضع بالعراق وبعدها بالمطار لكن من وصلتهم اليوم لأربيل وبهذا الطريق اللي تقريبا يمتد إلى أكثر من سس ساعات على اعتبار أنه كان الطريق بعقوبة الجديد طريق آمن ألف الحمد لله طريق بعقوبة كان مزدود محمد ففترينا على الجزيرة السياحية وعلى قميرة وهذا الطريق الراجدية مناك من الخلف يعني من وصلنا هسه ترونهم هسه بالتدريب يعني هم مفرحانين لأنه يقول شوف العراق شون آمن رغم المسؤولية خطيرة عليك ما يخالف ما يخالف أستاذ محمد ظل الغياب الإداري باعش دي ودينه ما يخالف الفريق كله بأربيل وما عندنا أحد ما كواحد عندنا ببغداد وآني تأخذت يوم من أربيل طيران نستمر والحمد لله كان فرق محمد بين وصولهم وبين مسألة أنه أنت ولازم أن تأخذ التأشيرة من بغداد فلذلك تحملنا الأمر نحن نرى اليوم نحن تيم واحد يجب هذا فريق القوة الجوية شرف أنا إلي وإليك أنت لعبت في فترة وآني لعبت في فترة معاهم نحن هذا الذي نسوي شرف أنه اليوم أنا أخدم القوة الجوية شوف أنا ممكن بعد أسبوع يقولون يابع أشكرك يقولون في مال لا الله يقول ما عندي مشكلة بس اليوم تركت أثر خلي كل مسؤول بالقوة الجوية يقول آلم انطلعت تركت أثر إذا يترك أثر والناس الداعي بيه والجمهوري داعي بيه والله العظيم أنا أصحي قاتل على مكانه طيب ضياء بس الإنسان محمد بكلمة واحد الإنسان اللي يحس أنه هو من يطلع يروح يخابر فلان ويتصل بفلان ويجيب فلان على مود يرجع والجمهور مرايدي واللاعبين مرايدي فهذا معيب عليه جدا خليه يترك أثر خليه يروح يقاتل على مكانه طيب ضياء الآن شو تريد تقول يعني في ظل هذه الأزمة وأنت عشتها لمدة أربعة شهر وهذا الوضع موجود فيسعدني أن أسمع كلمة تريد توصلها إلى من يهمه الأمر فيما يخص مشكلة الجوية لك الكلمة ضياء أنا رح أختصر لك بكلمة بسيطة الحمد حسبي الله ونعم الوكيل على كل من يريد بهذا الفريق السوء بس لأن اللي يريدون السوء قصدك بالنادي وليس الفريق بالنادي طبعا بالنادي نعم وهذا النادي بصورة عامة نعم عسكر عسكر ومدنيين اليوم نحن أمام مآمرة كبيرة لتهديم أساس هذا النادي اليوم إذا أمون ناس اللي ممكن أن تقود تمشي بطريق الصحيح هذا أول الأمر الثاني عملية تحديث الهيئة العامة واحدة من أهم الواجبات اللي هي مناطة أمام مزارة الشباب والرياضة لأن إبعاد حمادي وغيره من اللاعبين إبعاد الآن قحطان شثير وعدد من اللاعبين الجدود الكل اللي أبعده في فترات سابقة قدمت القوة الجوية وجاءوا ناس بمكانها ما لهم علاقة ما لهم علاقة بالفريق ولا لهم علاقة بالنادي يجون أن يكونون في هذا الموقع فوالله العظيم هذا أمر أمر معيب وأنا أخيرا أطلب من السيد وزير الدفاع المحترم السيد جمعة عناد أن يتدكل وأن يحل هذا الموضوع بالتوافق مع الأخوة باللجنة الأولمبية في تسمية هيئة مؤقتة تليق باسم فريق القوة الجوية ونادي القوة الجوية وعرقتها وأنا أشكرك شكرا جزيلا على منحي هذه الفرصة شكرا ضياء شكرا ضياء وأنا أضم صوتي إلى صوت الأخي العزيز زميننا الإعلامي ضياء حسين يا أخي العزيز جمعة عناد أستحلفك بكل من تحبه عليك أن تنقذ حال فريق القوة الجوية هذا النادي الكبير العريق الخاطر جماهير الخاطر تاريخه والله تحسب إليك يا معالي وزير الدفاع شغل سيارتك وروح والنادي وشارع فلسطين وقلهم يا جماعة تعالوا خل نلقي الحلول وتجير إليك والناس رح تصفق لك أما هذا الوضع اللي ديمور به النادي وانطي صلاحيات للقائد لأنه الرجل يعرف كل دهاليز النادي لذلك انطي فرصة هل 3 شعور خلي عدل الوضع وهيئ إلى انتخابات وبالتالي لكل حادث حديث يعني هذا اللي أريد أقوله أنا أشكر ضيفي الكريم الزميل العزيز ضياء حسين وادعو الله سبحانه وتعالى أن تحل جميع المشاكل العالقة للرياض العراقية وخصوصا لفريق نادي القوة الجوية سادتي الأحبة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة اللي آمل النارة لضاكم واللي أشكر فيها ضيفي الكريم اللي كان معنا من استوديوهاتي نارقم 7 في أربيل العلامي ضياء حسين ولكم على طيب المتابعة وأنقل لكم تحيات من كان معي من زملائي في ستوديو البث والكنترول وأنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر وأيضا تحيات المخرج علي باقر ألقاكم يوم غد بإذنه تعالى وحلقة جديدة من حلقات الشيطة ثالث عبر الشرقية طبتم في أمان الله إلى يوم غد نقول لكم ديم الله